وحول تنوء عالية التعامل مع زكاة الفطر في الجمعيات الخيرية في الجبال وطرق إيصالها إلى المستفيدين اعتمدت الجمعيات الخيرية دفع زكاة الفطر عبر الحسابات الموحدة لبرنامج الزكاة الموحدة لجمعيات الخيرية بالمنطقة الشرقية في البنوك والمصارف المحلية واستقبلت جمعية وهج النسائية الخيرية بالجبال زكاة الفطر العينية وقامت بتوزيع على المستفيدين وسط إجراءات وتدابير احترازية عالية للمزيد ينضم إلينا مراسلنا علي اللغبي علي يعني هل هناك اتفاق بين كل الجمعيات في المنطقة الشرقية للقيام بهذا العمل أم فقط في جمعية وهج الحياة كالله جبريل نتحدث اليوم عن الجمعيات الخيرية في الجبال والية استقبالها لزكاة الفطر هناك الجمعية الخيرية التي أوقفت استقبال الزكاة العينية واعتمدت الدفع عبر الحسابات الموحدة لبرنامج الزكاة الموحدة للجمعيات الخيرية بالمنطقة الشرقية فيما يتعلق بجمعية وهجة نسائية الخيرية والتي فتحت منذ صباح اليوم حتى الساعة الرابعة أبوابها لاستقبال الزكاة العينية وسط إجراءات احترازية عالية فيما أبلغت الأسر المستفيدة بالبقاء في المنازل وسيتم توصيل الزكاة لهم خلال الساعات القادمة ستقوم الجمعية بالتعاون مع فريق أنا مسؤول التطوعي التابع لمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية بتوزيعها على 172 أسرة من أصل 300 أسرة مستفيدة من الجمعية وهي المتوفرة حاليا في منازلها بمدينة الجبال الصناعية وسط إجراءات احترازية تشمل تعقيم الأكياس لبس القفازات والكمامات وكذلك لباس خاص لعملية التوزيع سيكون نصيب كل أسرة 100 كيلو من الأرز ويبلغ مجموع ما سيتم توزيعه اليوم 17 طن بينما سيقوم فريق أنا مسؤول اليوم باستهلاك 150 ساعة تطوعية تبلغ القيمة الاقتصادية لها 11500 ريال هذا ما لدينا أخي جبريل الصورة والحديث معك الله يعطيك العافي هذا عمل جميل جدا والحقيقة تتضمن أيضا بعض أخبارنا بعضا من جهود الجمعيات الخيرية في المنطقة الشرقية شكرا لك علي اللغبي مراسل الإخبارية الذي كان معنا من الجبال